موسيقى اليوم حيكون حدثنا هو عن كيفية معالجة جريمة الرشوة أمام محكمة الجنايات يعني إحنا مش هنتكلم في الفقه الجنائي ولكن حديثنا حيدور حول الطريقة العملية لمعالجة قضايا الرشوة أي قضايا الرشوة وتتعرض على زملائنا الشباب أو الكبار أنه كيفية معالجة أمام محكمة الجنايات أي قضية الرشوة مش هتخرج عن إلا أنا هخطه تحديد حضراتكم النهاردة وهو أولا جريمة الرشوة بيحكمها كانون العقوبات في المادة 103 لغاية 111 يعني المادة 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 من قانون العقوبات هم اللي بيحكموا جريمة الرشوة يعني أول ما بتجد قدامك معروض على جريمة الرشوة على طول أنت بتفتح قانون العقوبات وبتمسك المواد من 103 و 111 هم دول اللي بيحكموا جرائم الرشوة اللي احنا حنتعرض لها النهاردة أولا نبدأ الأول بتعريفات بسيطة إيه هي جريمة الرشوة هي جريمة الرشوة إتجار الموظف بالوظيفة بتاعته أو استغلاله لها يعني الموظف بيجعل من وظيفته وسيلة للإتجار بها أو إنه يستغلها طيب حضراتكم لجريمة الرشوة ركنين ركن مادي وركن معناه الركن المادي وأنا يعني تسمحوا لي إن أنا بقول التعريفات البسيطة دي في الأول قبل مدخل على العمليات بالنسبة لجرائم الرشوة الركن المادي بيتحقق بالموظف لما بيطلب رشوة مبلغ أو عطية أو وعد أو ياخد أو يقبل مقابل إيه؟ مقابل إنه يؤدي عمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن هذا العمل أو يخل بواجبات وظيفته هنا بتتحقق الركن المادي لجريمة الرشوة حضراتكم طبعا جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا ارتكبت جريمة موظف عام أو ما يعتبره القانون في حكم الموظف العام لكن أي إنسان بيرتكب الجريمة دي مش موظف عام ما بيخرج من نطاق أحكام قانون العقوبات الخاص بجريمة الرشوة يبقى لا تتحقق جريمة الرشوة إلا إذا كان مرتكب هذه الجريمة موظف عام أو يعتبره القانون في حكم الموظف العام طيب أطراف الجريمة دي إيه؟ الجريمة دي أطرافها طرفين الطرف الأول هو الرشي اللي بيدفعها والطرف الثاني هو المرتشي اللي بيقبط هذه الطرفين اللي هما بصفة أساسية في جرائم الرشوة وقد تكون بين ثلاثة أطراف إنه بيتدخل وسيط بين الاثنين سواء مع الرشي اللي بيدفع بقى ودي الغالب إنه بيبقى الوسيط تبع الرشي وأحيانا قد يكونوا تبع المرتشي فيبقى في الأصل إما إن جريمة الرشوة تكون بين طرفين هو الرشي والمرتشي أو يضاف ليهم طرف ثالث هو الوسيط ما بين الرشي والمرتشي حضرات الزملاء المحامين وكل العاملين بالقانون هنا ما هو حكم التحريض على ارتكاب جريمة الرشي المعترب به طبقا للقانون وطبقا لأحكام محاكم الناط إن مهمة الشرطة هي كشف الجرائب والتوصل إلى معاقبة مرتكبها فأي إجراءات تسير في هذا الغرض تكون صحيحة بشرط ألا يتدخل رجل الشرطة في خلق الجريمة بطريق الخداع أو الغش أو التحريط فإذا ارتكبت الجريمة بطريق التحريض أو الغش أو الخداع كانت كافة الإجراءات المؤدية إلى ضبط الجريمة ومرتكبها تكون باطلة ولا يعتد بها في إدانة المتحم زملاء الأعزاء هنا القانون والمشرع نص على حكم خاص بالنسبة للأطباء والجرحين والقابلة اللي هي التمرجية في المادة 222 من قانون العقوبات حضراتكم قال إن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بطريق المجاملة بيحكم عليه بالحبس أو الغراب فإذا طلب لنفسه في نفس المادة برضو 222 إذا طلب لنفسه أو لغيهم وعد أو عطية مقابل القيام بذلك يقضى عليه بحكم عقوبة الرشوة وأيضا يقضى على المعطي أو الراشي أو الوسيط بزفت العقوبة اللي هي حكمة بها على المرتشر فالمادة دي برضو أيضا بتقول وإذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعني نفس الفعل اللي هو إعطاء بيان أو شهادة عن وفاة أو عن مرض أو عن عاهة هنا برضو إحنا بالمادة قالت إنه يعاقب إذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب العقوبة المقررة في الرشوة برضو بنفس الأمر حضراتكم أيضا المشرع استحدث مادة اسمها المادة 298 وهي خاصة بالشهادة الزور اللي بيشهد زور مقابل رشوة أو مقابل وعد بفائدة هنا بيعاقب بجريمة الرشوة أو بجريمة الشهادة الزور أيهما أشد يعني القاضي بيحكم عليه إما بعقوبة الرشوة أو بعقوبة الشهادة الزور طيب لو كان الشاهد ده طبيب أو جراح أو قابلة هنا حضراتكم برضو إذا شاهد زور بخصوص أو بشأن حضراتكم بشأن حمي أو مرض أو عاها أو وفاة شاهد زور بهذا الأمر يعاقب بعقوبة الرشوة أو بعقوبة الشهادة الزور أيوم أشد دول اللي المشرح استحدث العقوبات بتاعتهم حضراتكم هنا بالنسبة لأركان جريمة الرشوة بالنسبة لجانب الموظف العام بيتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة بأخذ أو طلب أو قبول الموظف للوعد أو للرشوة يعني بيتحقق الركن المادي في جانب الموظف العام بقبوله أو بطلبه أو بأخذه للوعد بالمبلغ أو بالفايدة اللي بتتعرض عليه طيب تتحقق الجريمة أيضا إذا كان الغرض منها إذا كان الغرض منها قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بوجبات وظيفته هنا برضو بتتحقق جريمة الرشوة فبيننتهي أن تقديم مبلغ للموظف العام حتى يؤدي عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته لا بيعتبر في حكم القانون غشوة ولا خلاف على ذلك حضراتكم هنا هنا الشراح قاله طيب إحنا عشان يعتبر الموظف مرتشي قال ما يهمش إذا كان الرشي هنا كان جدا في الرشوة دي ما تهمش طالما العرض نفسه كان جديا في ظاهره وقبل الموظف على هذا الأمر يعني يعني كان لازم من الرشي أو اللي هو حيدفع كان بيتظاهر أنه يقوله طيب أنا تحت أمرك وخلاص حديك المبلغ معين من وهو مش وهو مش جدي في عرضه أو مش جدي في أمره أو في حديثه قال دي ما تهمش طالما الموظف قبل هذا الكلام ولأنه كان العرض في مظهره جدي فهو قبله على كده على أن يقوم ويعبس بمقتضيات وظيفته قال دي ما تهمش في إقامة الجريمة طيب هنا في أمر مهم جدا هو الموظف المرتشي هل لابد أنه يكون مختص وحده بالعمل بالعمل اللي هو موضوع الرشو يعني هو اللي يكون بس هو المختص وحده في هذا الأمر فالشرح قاله لا هو ممكن يؤدي يكون له نصيب من هذا إخصاص النصيب ده بأنه بيمكنه على أنه يؤدي العمل أو يمتنع عن تأدية العمل أو يخلي بوجبات الوظيفة بالقدر اللي هو له الاختصاص به لكن مش لازم أنه يكون هو المختص بكامل العمل اللي هو موضوعه الرشو أيضا المدى 103 ساوت في التجريم والعقاب ما بين الموظف اللي هو خد اللي هو طلب لنفسه أو لغيره الرشو لأن فيه موظف بيتدخل كوسيط وبيطلب من صاحب الحاجة بيقول له طيب أنا ممكن أتدخل بينك وبين الراجل المختص وأخلص لك أنا الموضوع حضراتكم هنا الدفاع بتاع الموظف ده اللي قال له لا مش أنا اللي هاخد ده أنا حدي للموظف اللي هو المختص بالموضوع القانون ساوى بين الاتنين ما يجيش محامي هذا الموظف ويقول أنا بدفع بخروج فعل المتهم من نطاق التجريم من عقوبة الرشوة لأنه لم يأخذ هذا المبلغ لنفسه لا الكلام لا المادة 103 من قانون العقوبات ساوت في الجريمة والعقاب ما بين اللي بيقبض لنفسه أو اللي بيقبض وحييدي غيره حضراتكم حضراتكم أيضا في هنا جريمة الرشوة جرائم كتيرة أول حاجة جريمة عرض الرشوة يعني واحد بيقرض على الموظف أن يديله مبلغ معين ويقديله خدمة جريمة زي زي حضراتكم اللي بيدي لجند المرور لما مسك ولقى أنه هو ما معهوش رخصة وأنه ماشي بدون رخصة فحيعمله فرح مطلع مبلغ معين 50 جنيه 100 جنيه ودهله فهنا فلم يقبلها جند المرور وخد ضد الإجراءات هنا الجريمة دي تكون قاصرة على جريمة عرض رشوة التي لم يقبلها الموظف العام أو جند المرور فدي أول حاجة احنا بنقول عليها يعني مش عاوزين نقول جرائم الرشوة هي جريمة واحدة لا أول حاجة جريمة عرض الرشو دي بتبقى من الرش فحضراتكم جريمة عرض الرشوة دي اللي أنا مسلت بيها الجند المرور دي قادي جريمة عرض رشوة ولم يقبلها الموظف أو جند المرور أيضا أركان جريمة الرشوة بتتحقق حتى ولو كان العطاء العطاء الدفع بقى سابقا على الإجراء العمل أو معاصرا له أو لاحقا على الأرض إزاي يعني حضراتكم الناس صاحب الحاجة بيتفق مع الموظف المرتشي ويقول له أنا حتخلص لي الموضوع الفلاني أو حتديني المستند الفلاني وغيره أو بأي وسيان كانت وأنا حديك ودي الفلوسة هاي اللي احنا اتفقنا عليها قبل ما اعمل حاجة أدي واحد الأمر الثاني أنه بيدينه نص الفلوس ونص الفلوس بعد ما يخلص الأمر الثالث أنه يدينه الفلوس أثناء العمل الأمر الرابع يدينه الفلوس بعد ما يخلص الشغلة ويقول له أنا هو تتفضل هذه الشغلة التي أنت طلبتها بيروح مديني الفلوس يبقى هنا تتوافر أركان جريمة الرشوة ولو كان العطاء سابقا على إجراء العمل أو معاصرا له أو لاحقا على الأداء الموظف لعمله أو للامتناع عن هذا العمل أو للإخلال بوجبات الوظيفة فهنا هنا حضراتكم نية الإتجار بالوظيفة هنا لأن في بعض زملائنا بيبقوا الأمور دي غمضة بالنسبة لهم لأن هنا نية الإتجار تكون متحققة وقائمة منذ بداية الأمر اللي هو الاتفاق بيكون هنا نية الإتجار بالوظيفة أو الاتفاق انعقد خلاص في الأول أما بعد كده كل دي إجراءات لضبط المتهم أثناء تسليم الرشوة ده بيبقى إجراءات تالية ما لهاش دعوة بالأمر ودي بتحصل لما بصاحب الحاجة بيتفق مع الموظف اللي في المكان فلاني وبيتفق على أمر وبعدين بيدينه شيك بالمبلغ المرتفق عليه والشيك ده بيكون تاريخه بعد شهرين ثلاثة يكون الراجل قد العمل وبعد كده بيبقى الشرطة أو الأموال العامة أو المباحث الأموال العامة بتقبض على الجريمة وبيتقبض على الشيك محل الجريمة فبيجي المحامي بتاع الموظف وبيطلب بيقول له يعني ليه بقى لأن هنا الشرطة بتعمل المباحث بتعمل تحريات وبتعمل إذن بالتفتيش والضبط بيجي المحامي يقول إيه إن إذن التفتيش والضبط كان لاحقا على تاريخ الشيك لأن الشيك تاريخه بعد الإخلال بأداء الوظيفة وبالتالي فالإذن صدر عن جريمة مستقبلة وده الكلام ده غلط لأن هما لما اتفقوا على ارتكاب الجريمة أو على الرشوة وعلى إن الموظف ياخد المبلغ ده المدون في الشيك مقابل إنه يؤدي عمل معين أو يخل بإجراءات وظيفته أو يمتنع عن إجراء عمل من أعمال وظيفته ده كل الإجراءات التالية بعد الاتفاق دي إجراءات اللي الشرطة بتعملها للأبض على المتهم أثناء تسلم المبلغ أو أثناء صرفه للشيك دي كلها إجراءات تالية على الاتفاق اللي هو انعقد وتحقق في بداية الأمر خالص فإن أنا أجي أقول أني أنا بدفع ببطلان صدور الإذن لصدوره عن جريمة لم تكن قائمة على أساس أن الجريمة هي الأبد على المتهم لا الكلام ده غير صحيح أن الجريمة متحققة من ساعة ما اتفقه من ساعة ما اتفقه يعني لو إحنا قلنا الاتفاق كان في شهر فبراير 2018 هنا بدأت الجريمة انعقدت من هذا التاريخ أي إجراءات بعد كده تحريات وإذن نيابة وضبط دي إجراءات تالية لا تؤثر في ارتكاب الجريمة ولا في موعد لأن الجريمة تحققت وقامت منذ فبراير 2018 حبضاتكم هنا هنا بتتم جريمة الرشوة بالنسبة للموظف احنا قلنا بالنسبة للرشي خلاص من ساعة ما يتفق وساعة ما الأمور طب بالنسبة للمرتشي المرتشي الموظف الجريمة بتنعقد لما بيطلب من صاحب الحاج عطية أو وعد أو بياخد منه أو بيقبل العرض اللي عرضه الرشي هنا بتنعقد الجريمة سواء هنا ما يتقلش بقى أصله الرشي كان غير جد لا الكلام ده غير صحيح وكلام ده بيخرج من نطاق جريمة الرشو حضراتكم هنا هنا في جريمة أيضا تانية اسمها جريمة عرض الوساطة في الرشو احنا قلنا جريمة قبل كده جريمة عرض الرشو اللي هي لم يقبلها إلا رجل المرور في جريمة عرض الوساطة يجي صاحب الحاجة يطلب أن يخلصونه شيء معين في الضرائب عمد له مشكلة فيقول لهم طيب ما شفوا لي موضوع الملف هو اللي بيطلب هذا الكلام فيتصل بموظف يقول له طيب أنا همشي لك الموضوع ده هو وأنا هخلصه لك هنا هنا حضراتكم ديت بيحكمها نص المادة 109 من قانون العقوبات اللي هي جريمة الوسيط اللي هو بيدخل ما بين الراشي والمرتشي فالوسيط لو هنا قال له يعني فيه كان مثال أو كان قضية أنا أفتكرها أن الوسيط قال للراشي أنت أنت بتقول لي أن أنت خدوا منك البطاقة في الإسم وطيب أنا لو جبت لك البطاقة ديت يديني 50 جنيه وأنا حديها للراجل وفعلا خد منه 50 جنيه وبعد كده راح ميديله البطاقة هنا بتتحق جريمة عرض الوساطة في الرشوة وهنا المحكمة لا يعنيها مين اللي كان عنده البطاقة وكان مختفص بها لأن هنا الجريمة هي إيه اللي هي تحققت جريمة عرض الوساطة بس فما يهمش المحكمة البطاقة دي كانت موجودة عند مين لكن هي الوقع هي بين الراشي وبين الوسيط وحضراتكم دي الجريمة بتبقى جريمة عرض الوساطة في رشوة هنا القصد بقى الجنائي بيتحقق في جانب صاحب الحاجة أو راشي اللي هو بيدفع بتتحقق القصد الجنائي عشان نبقى عارفين بس إيه القصد الجنائي هي النية هو نيته إيه أو قصده إيه القصد الجنائي بيتحقق في جانب الراشي لما عارف صفة الراجل اللي حيدينه الفلوس وإنه هو المختص بأداء العمل أو بالامتناع العمل أو بالإخلال بوجبات الوظيفة وإن المبلغ اللي هو حيدفعه ده مقابل إن الموظف حيعبس بمقتضيات وظيفته هو هنا القصد الجنائي بيتحقق وبيتوافر في جانب الراشي بخصوص هذا الأمر طيب بالنسبة للقصد الجنائي بيتحقق في جانب المرتشي إمتى هو هو بيتوافر القصد بمجرد علم المرتشي هنا عند طلب أو قبوله العطية أو الوعد أو أخذه لمبلغ الرشوة هي مقابل إن يؤدي عمل أو يمتنع عن عمل أو يخل بواجب من الواجبات وظيفته هنا بتنعقد بينعقد القصد الجنائي في حقه بارتكاب جريمة الرشوة بالنسبة لإثبات القصد الجنائي بالنسبة للراشي وبنسبة للمرتشي وبنسبة الوسيط كيف يثبت؟ بيثبت القصد الجنائي في حقه من كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقائع لشوة يعني القاضي وللقاضي وحده حق استخلاص هذه الوقائع من كافة الظروف والملابسات من ظروف الدعوة هو اللي بيثبتها دي لكن لا تثبت بأي أمور تانية من كافة ظروف الدعوة يعني منها الاعتراف اللي بيقوله القراشي والوسيط ودي احنا حنقولها في الآخر ان شاء الله طيب هنا في حالة انتفاء الاتفاق ما بين يعني إذا تحقق الاتفاق ما بين صاحب الحاجة وما بين المرتشي أو ما بين صاحب الحاجة والوسيط وما بين المرتشي بيحكموا المادة 103 و 104 و 105 ده بالنسبة للاتفاق هنا حضراتكم إذا توفر الاتفاق بين الموظف وبين صاحب المصلحة على قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل وعدة أو عطية أو رشوة أو الامتناء عن أداء هذا العمل أو للإخلال بوجبات وظيفته انعقدت الجريمة وانطبق المادة 104 من قانون العقوبات أدي واحد طيب في حالة من الحالات ودي كانت معروضة برضو علينا أكتر من مرة أن الموظف بيبقى عارف أن الشجلة دي بتاعة واحد تقيل يعني من رجال الأعمال التقال يروح مخلصه له يعني زي الدرايب يروح مخلصه المسألة ويؤدي له ويطلع له كل الحاجة والإجراءات وخالص لرجل الأعمال اتصل به ولا اتفق معاه ولا كان هناك اتفاق سابق على هذا الأمر وبعد ما خلص الحاجة رح رايح لصاحب المصلحة وقال له أنا عملت لك واحد اتنين ثلاثة وقدت لك العمل فتديني المكفأة هنا الشراح قالوا بتنعقد جريمة طلب الرشوة بتنعقد جريمة طلب الرشوة في حق الموظف المرتشي وهنا إما يقبل الرشي أو يبلغ الرشي عن الجريمة فلو ما بلغش وقبل اللي اتنين بتنعقد لهم الجريمة وبينعقد لهم الحكم وبيتثبت الجريمة لو رفض وبلغ هنا يبقى الجريمة جريمة طلب الرشوة وديت بتنعقد الجريمة دي بالمادة 105 من قانون العقوبات طيب هنا زي في محاضراتي السابقة دايما أقول لكل جريمة دفاع معين ودفوع معين يعني الدفاع في قضايا الاختلاص غير الدفاع في قضايا الرشوة والأمر أيضا الدفاع في قضايا المخضرات الاتجار المخضرات بتختلف عن الدفاع في قضايا القتل لكل قضايا دفاع محدد فما هو الدفاع المحدد اللي هو لا يجب أن يخرج أحد من الزملاء عنه في أي قضية من قضايا الرشوة تعرض عليه هي الدفوع التالية واحد الدفع ببطلان الإزم بضبط وتفتيش المتهم لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت وقت صدوره الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم موجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ثلاثة الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات نعيدها تاني الدفع بحق الإعفاء وده وده كثير من الزملاء بيدفعوا به في قضايا الرشوة على طول خاصة إذا كان البلاغ صادر عن راشي الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أربعة الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الإعطاء أو العرض في حق المتهم من راشي زي المثال اللي احنا قلناه إنه الراجل خلص الشغل وحضراتكم راح بعد ما خلص راح رايح لصاحب المصلحة قال له نخلص طلك العملية وأنا عاوز مكافأة هنا قلنا لو وفقوا اللي اتنين بيخشوا وهنا بيبقى من حق الدفاع لراشي هنا إنه يقول أنا بدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الإعطاء أو العرض يعني لهو دفع ولا هو أعطى ولا هو عرض وبيطلب براءة المتهم متهمة لإنتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم الرشوة خمسة الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به وده أنا حقوله لكم في قضية كانت معروضة علي وإن واحد انتحل صفة توظيفة منبتة الصلة عن الوظيفة بتاعتها وهنا وهنا ما بتبقاش جريمة الرشوة بتبقى حاجة تانية يبقى الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به ستة الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل تاني الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل سابعا وأخيرا الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة تاني ده ده الدفع اللي هو بيتحقق في حق الموظف لما بيتعرض عليه الرشوة وما بيقبلهاش لكن بيدخل في الاتهام بأي وسيلة والتحقيقات لغاية ما تقضي المحكمة ببراطه هنا بيبقى من حقه الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة حضراتكم قلنا بتتحقق جريمة الرشوة في جانب الموظف عندما يطلب رشوة من اليوم اللي طلب فيه بتقام الجريمة وبتتحقق أركان الجريمة أول ما بيطلب الرشوة أما بعد كده كافة الإجراءات اللي بتحصل بعد كده من الشرطة فهي إجراءات لضبط المتهم أثناء دفع الرشوة فيعني زي ما أنا قلت لو طلب الموظف العطية أو الوعد أو الرشوة يقف في فبراير شهر فبراير 15 فبراير أو 17 فبراير 2018 تحققت الجريمة من هذا التاريخ الإجراءات التالية بعد كده من تحريات وإصدار إذن من النيابة بالضبط والتفتيش كل الكلام دي إجراءات لضبط المتهم أثناء تسليمه مبلغ الرشوة ويبقى هنا ما يجيش إحنا برضو زي ما قلت ما يجيش إن أنا بدفع أو بدفع ببطلان صدور إذن النيابة العامة لضبط جريمة لمستقبلية وهنا الكلام ده غلط لأن الجريمة تحققت منذ تاريخ الطلب اللي هو يوم 17 فبراير ساعة 2018 حضراتكم هنا اللي أنا كنت أشرت لي لما في موظف عام بينتحل صفة توظيفة منبتة الصلة عن وظيفته ودي كانت القضية ديت معروضة علي من حوالي عشر سنوات وكان موظف في محافظة القاهرة انتحل صفة ملاحظ هنا ملاحظ بالبلدية بيشرف على الاشتراطات الصحية وعلى رخص المحلات وكان بيلف على المحلات ويقولوا وريني الرخص وريني الاشتراطات الصحية فين الشهادات بتاع العمال الصحية وهل هم كشفين نطبي وكشفين وكان بيقول ما طبعا معظمه ما كانش مطلع الحاجات ديت فكانوا بياخد منهم فلوس مقابل الكلام ده هو لغاية ما حضراتكم اطابض عليه وقدم إلى المحكمة بجريمة الرشوة وهنا اهليته اتصلوا بي وانا حضرت معاه وقلت لهم هو بيشتغل ايه قالوا لي ده هو رئيس كنسين بالمحافظة هو مالوش قطم طبعا تقولي شهادة رسمية بالكلام ده وفعلا جابوا لي شهادة قيد برسمية وكان هم عندهم كذا شهادة قبل كده ما كانش مش عارف كانوا جايبينها ليه وهنا هنا انا دفعت بخروج الفعل المنسوب للمتهم من نطاق احكام جرائم الرشوة المتحققة او المعقودة في مواد 103 ل 111 من قانون العقوبات وقلت انه لانه يجب ان يكون مختص الموظف بالعمل المتفق عليه او بجزء من العمل ان يكون مختص به اما انه ينتحل صفة من هذا الامر فهذا لا ينطقي عليه جرامة نشوة وفعلا المحكمة عدلت الوصف وعقبته بجريمة النصب تطبيقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات ودي طبعا بخلاف الحكم المشدد اللي هو بتاع جرائم الرشوة لان ده حكم جناية لكن النصب دي حكم جنحة وكان الحكم حكم يسير كان هو قضاها على ما اتحاكم كان قضى اكتر من نص المدة وخرج على طول لكن انا بقول هنا لحضراتكم هنا لو الموظف انتحل صفة منبتة الصلة عن الوظيفة بتاعته وتعامل بيها مع الناس هنا لا تنطبق عليه جرائم الرشوة ولا يعاقب عقوبات جرائم الرشوة لان دي يجب ان يكون الموظف مختص بالعمل او بقله نصيب من هذا الاختصاص عشان يؤدي العمل المتفق عليه اما اذا انتحل صفة انتحل صفة وظيفة منبتة صلة او كاذبة عن الوظيفة اللي بيشغلها لا تنطبق عليه نصوص احكام جرائم الرشوة اما بتنطبق عليه جريمة احكام جريمة النصب زملاء الاعزاء هنا في المشرع استحدث جريمة بالمادة 109 مقرد ثانيا من عقوبات الجريمة دي ليها كيان خاص يغير جريمة الوسيط الوسيط احنا قلنا بيشوف صاحبي الحاجة اللي هو الراشي وبيعرض عليه يقول له انا ممكن انا اتدخل لك في الموضوع ده وهو زميلي اللي هو المختص بالموضوع ده بس احنا هناخد قد كده عشان اديها للراجل او عشان اخلص لك الشغلانة ده الوسيط المشرع من كتر خروج متهمين براءة بارتكاب فعل معين فعل معين هو ايه؟ هو وسيط برضو بس له كيان خاص ازاي؟ واحد من الموظفين العماميين بيبقى هنا بيبقى عنده اعتقاد طبعا عارف ان فيه موظف معين بيؤدي عمل معين وهذا العمل صاحب الحاجة اللي طلب منه انه يتأديها عارف يبقى هنا لشروط قيام هذه الجريمة المستحدثة بالمادة 109 مكرر ثانيا انه وسيط بس بكيان خاص بيجد صاحب حاجة وقدامه حقيقي وقدامه موظف مختص بوظيفة معينة بيؤدي عمل صاحب الحاجة محتاج العمل ده حضر يقول له طيب انا انا حقبل ان انا ادخل في الكوسيط وحخلص لك الموضوع ده وياخد منه الفلوس يقول له بس هناخد منك 10 تلاف جنيه وياخد منه الفلوس دي وهو في عقله وفي قصده انه ما يتصلش بالموظف التاني ويستأثر بالمبلغ لنفسه فهنا كتير من القضايا بتغلب براها لان هنا لا هو مختص بالوظيفة اللي هو تعاقد عليها ولا هو اتصل بالموظف صاحب المصلحة او اسف صاحب الاختصاص وبياخد الفلوس لنفسه طيب فراحوا المشرع استحدث هذه الجريمة ذات كيان خاص وقال لك هذه الجريمة تعاقب وخطلها حكم خاص وكيان خاص وعقوبة خاصة طبقا لنص المادة 109 مكرر ثانيا من قانون العقوبات عشان ما يخوقش براءة اللي يعمل هذا الامر حضراتكم الموظف العام كتار اوي يعني حضراتكم المأمورين والمستخدمين والخبرة والمحكمين دول كلهم في حكم الموظف العام وكل إنسان مكلف بأداء خدمة عامة موظف عام او في حكم الموظف العام يعني شيخ الحارة اللي المخبر بيقول له فيه واحد مطلوب عندك في الحي مطلوب ظابط المباحث يروح رايحه واخد منه فلوس ويقوله طب خبي نفسك عشان المباحث عايزك عشان الجهدية عشان مكتب الأداب كان عايزك هنا بينطبق عليه حكم الرشوة لأن دول بيعتبروا في حكم الموظفين العموميين اللي هم المأمورين مأمور الدرايب مأمور الجمالك كل دول موظفين عمم والمستخدمين كذلك والخبراء أيضاً والمحكمين بيعتبروا والمكلفين بخدمة عامة الشيخ الحارة ده مكلف بخدمة عامة يؤديها فده بينطبق عليه حكم الموظف العام أيضاً حضراتكم رجال الجيش والشرطة وموظف الوزارات والمصالح والمستخدمين ده بيعتبروا من الموظفين العموميين طبقاً لنص المادة 109 مقرر و111 من قانون العقوبات في العاملين في المرافق العامة اللي هي الكهرباء مرفق كهرباء ومرفق الميا شركة الكهرباء وشيك بتاع دول حضراتكم هم بيبقوا ليهم صفة الموظف العام بس بشرط إن يكون المرفق العام ده بيضار بمعرفة الدولة باستغلال مباشر يعني زي مثلاً شركة المياه بتاع اسكندري مرفق عام ولكن لا تديره الدول فالموظفين أو العاملين اللي هم فيه لا ينطبق عليهم أحكام الموظف العام وبالتالي أي جرائم زي رشوة أو اختلاص لا تنطبق عليهم لهم ليسوا موظفين عموميين حيض أيضاً العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات جمعيات هي جمعات التعاونية وجمعيات الخدمية كل الكلام ده هو دول بيعتبروا أيضاً بيعتبروا من الموظفين العموميين بس بشرط إن يكون الشركات دي والجمعيات دي هي الدولة عاملها أو بتشارك بنصيب في مالها هنا هنا الإخلال بالإخلال بأعمال الوظيفة المشرع حط لغ صور وهو العبس بأوراق الدفاتر اللي بتبقى تحقيق الموظف العام يعني لما بينزع أوراق مقابل فايدة معينة لأشخاص معينة ويبدأ إخلال بمقتضيات الوظيفة وده بيندرج تحت حكم جرائب الرشوة أيضاً فيه أمثلة هنا في التحقيقات المتهم عرض مبلغ من النقود على حاجب النيابة متهم عرض على الحاجب بتاع النيابة مبلغ وقال له أنا تجيب لي ملف الملف ده بتاعي وأنا حديت مبلغ قد كده ولم يقبل الحاجب هذا العرض وبلغ عنه هنا بيجي أنا فجأت في القضية دي إن المحامي بيقول ده ده هو موظف آ لكن ليس مختصاً بالوظيفة فمن تحقيقة النيابة النيابة قلت له أنت شغوليتك إيه قال لهم أنا والله باخد الملفات بنقلها بين الموظفين ده فالنيابة لما عادم حققت وتبينت أنه له النصيب من الاختصاص يسمح له بأنه يؤدي العمل اللي كان مطلوب منه من الراش إن الراشة عاوز الملف وهو بينقل الملفات ما بين الموظفين فمن السهل جدا أن يأخذ ملف بدل ما ينقله من واحد يديه لموظف آخر حيديه للراشة فده جزء يسير وإحنا قلنا قبل كده مش لازم يكون الموظف هو مختص بكامل العمل وبكله عشان يتعاقب إنه يبقى له نصيب من هذا الاختصاص يسمح له بتأدية العمل المطلوب منه في جريمة الراشة أيضا من تحقيقات النيابة في قضية كانت معروضة علينا إن أحد المتهمين اتصل بساعي في مصلحة الضرائب وقال له إن أنا عاوزة تجيب لي الملف بتاعي ومقابل إن أنا حديك مبلغ معين وهو كان عشر تلاف جنيه لإنه كان الراجل ده صاحب شركة فالساعدة ممكن بعد ما الموظفين بيمشوا كل الملفات بتاعة العملاء موجودة تحت إيده فهو تظاهر بإنه قبل الأمر مبلغ رؤساء وتم القبضة على الراشة وهنا بتبقى جريمة عرض رشوة هنا جريمة عرض رشوة لم يقبلها الموظف وحضراتكم طبعا أدي أمر من الأمور أنا بنتقل بحضراتكم إلى أمر آخر وهو شائع في جرائم الرشوة هو الإعفاء من العقوبة المشرع أطلق في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها فمنح الإعفاء لأحد أطرفها وهو الراشي وأيضا للوسيط أو من يسمى وسيط فقط دون غيرهم فهنا حضراتكم واشترت المشرع لقبول أو لتحقيق الإعفاء الخاص للراشي أو الوسيط أن الموظف يقبل الرشوة يقبل الرشوة أو يوافق عليها أو يوافق على الوعد هنا بيتحقق ركن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات أما في حالة امتناع الموظف أو رفضه قبول الوعد أو العطية أو الرشوة هنا لا تتحقق لا يتحقق الإعفاء الممنوح للراشي وللوسيط في الإعفاء من العقوبة لكن شرطه الوحيد أنه يقبل الموظف هنا الرشوة أو العطية أو الوعات حضراتكم هنا هنا بالنسبة للاعتراف بقى اللي نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات قالت يجب أن يكون صريح وواضح وشامل جميع التصرفات اللي قام بيها الراشي والوسيط يكون عباراته واضحة وعباراته كاملة وغير نقصة ويكون اللي اعترافه ده من المحكم يعني ما يكونش قدام النيابة ولا يكون قدام مباحس الأموال العام يبقى قدام المحكمة فقط يعترف ويقول أيوة أنا دفعت الرشوة للموظف ده هنا قاله دي من شروط أنه استحقاق الإعفاء بنص المادة 107 وإحنا أنا لي رأي في هذا الأمر أنا أثبته في بحث لي قبل كده بخصوص هذا الأمر وهو ولماذا لا ينعقد الإعفاء أمام النيابة العامة ما هي النيابة العامة لها حق تقدير الاعتراف ولا الحق في إصدار أمر إذا استوسقت من هذا الاعتراف إن هي تقضي وتصدر الأمر بإلا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بخصوص الموائل الرشي ليه إن إحنا نفضل مخليين الراجل اللي هو اعترف لغاية ما يوح للمحكمة والمحكمة تديره براءة لو هي تيقنت أو استوسقت من صحة اعترافه ما نخليه قدام نيابة العامة إذا تيقنت من صحة هذا الاعتراف إن هي تقضي تصدر أمرها بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بخصوص الراشي أو الوسيط لإعترافهم على المواصف ده ده بالنسبة أيضا أنا هنا برضو لي رأي بخصوص اقتصار إن المشرع قصر الإعفاء على طرفين في الجريمة اللي هو الراشي واللي هو الوسيط ألا طيب ليه طيب ليه هما دول قالوا عشان يعني اعترافهم بيحقق المصلحة العامة طيب طيب ليه ما نبسط شيء هذا الحق للموظف أيضا اللي بيتظاهر بقبول الراشوة وبيسهل عشان يسهل للسلطات العامة القبضة على الراشي وتحريضه ودفعه للموظف إنه يؤدي عمل من أعمال وظيفته أو يخل بعمل من هذه الأعمال أو يمتنع عن عمل من هذه الأعمال ويبلغ السلطات العامة موظف بيبلغ السلطات العامة بيقولوا إنه هو بيعرض علي مبلغ ما هو ده نفس العلة اللي احنا اعفانا منها الراشي والوسيط اللي هي المصلحة العامة طيب ما هو الموظف اللي بيتظاهر بقبول هذه الراشوة وبيبلغ السلطات العامة ما هو ده برضو بيحقق المصلحة العامة وأتمنى من المشرع إنه يتدخل لإنه لبسط حق الإعفاء على الموظف اللي هو بيرفض قبول الراشوة وبيقوم بيبلغ السلطات العامة هنا أنا ليا برضو أيضا اعتراض ثالث وأنا ليا رأيي في الأول إنه ليه إن خلي الاعتراف أمام المحكمة واللغات ما تحكم بالبراءة وبراء إنه يكون قدام النيابة العامة لأنها حق تقدير الاعتراف الأمر الآخر هو بسط الاعتراف للموظف الذي يرفض أو يتظاهر بقبول الرشوة ويقوم بإبلاغ السلطات العامة للمصلحة العامة وهنا الاعتراض التالت أنا بقول كيف يمنح المشرع الراشي والوسيط العفو عن عقوبة جريمة الرشوة للراشي اللي بيعترف قدام المحكمة يقول أيوة أنا دفعت وقد يكون هو اللي بدأ بخلق الجريمة وهو اللي بدأ بالبحث عن موظف عشان يخلص المسألة أو وسيط يخلص المسألة وبعدين يدفع وبعدين بعد ما يدفع يطبض عليهم وبعدين بعد ما يطبض عليهم يحالوا إلى محكمة الجنايات وبعدين يقدم الراشي إلى محكمة الجنايات ويجوه قدام القاضي ويقول أيوة أنا باعترف أن أنا نفعت له يعفى كيف يعفى المجرم كان هو مشارك في خلق الجريمة ومساهمة في الجريمة وأنا أعفيف الأخ أنا والله رأيي وأنا رأيي بحطه لزملائي بحطه لأساسة القانون والعاملين بالقانون في كافة المناحي أن أنا أنا موافق على حق الإعفاء لراشي في حالة واحدة بس اللي هو لما يطلب منه رشوة هو في الحالة دي يبلغ السلطات قبل علم السلطات بالجريمة فقط إذا قام وبلغ السلطات بهذه الجريمة هو له حق الإعفاء بس لكن إنه هو اللي يعرض الراشوة ويدفع الراشوة ويتحقق له الأمر وبعدين يطبض عليه وهو بيدفع وبعدين أو ويقدم إلى محكمة الجنات وبعدين يجو قدام القاضي يقول أيها أنا دفعت وياخد حق الإعفاء عشان هو اعترف قدام القاضي أنا برفض هذا الأمر أن حق الإعفاء لا يمنح إلى مجرم لكن حق الإعفاء بيمنح إلى واحد بيبتز الموظف بيبتزه وبيطلب منه رشوة هنا بيبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها وهنا فقط يتحقق له الحق في الإعفاء من العقوبة قبل أن أنهي حديثي هنا لزملاء الشباب من المحامين نطردهم عليهم قضايا الرشوة إحنا هنا كيف تنفي سواء أنت بتبقى عن الموظف أو عن الراشي كيف تنفي الجريمة عنه هنا لك وسائل لهذا الأمر الإثبات أو النافي هنا أن حضراتكم بتستخدم إما كاميرات اللي كانت موجودة لحظة القبض هنا بحضراتكم الاعتراف اللي هو بيعترف فيه لو أنت عن الراشي بتستخدم الاعتراف الممنوح له في المادة 107 من قانون العقوبات هنا بنشوف إذا كان فيه موظفين شهود نفي على نفي الوقع عن المتام والأمر كذلك بالنسبة إذا كنت بتدافع عن الموظف هنا قدامك كافة الأمور فضلا عن الظروف وكافة الظروف والملابسات المحيطة بالدعوة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لتوصيل الفائدة إلى زملاء الأعزاء ولكافة العاملين بالقانون وفاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة